تواصل القوات المشتركة تقدمها من محاور عدة في الأحياء المتبقية خارج سيطرتها في الموصل القديمة وقالت مصادر عسكرية إن قوات مكافحة الإرهاب تواصل تقدمها في الأحياء القريبة لنهر دجلة ومنها مناطق القليعات والقوازين فيما تواصل القوات الأمنية تقدمها في منطقة الشهوان بينما تتقدم قوات الشرطة الاتحادية والرادو السريع في المناطق التجارية المتبقية وسط المدينة بحسب المصادر فإن المناطق التي ما تزال خاضعة لسيطرة داعش في المدينة القديمة هي القليعات والسماكة والقوازين والشهوان وباب الشط ودقة برقة وشارع نينوى وشارع النجفي وسوق الصياغ وأجزاء من باب السراء والسرج خانة